مرحباً متابعين صفحة اليوفنتوس موضوعنا اليوم يتعلق بالنيتغارد قامتاً نحن نعطي البيشنت يلبس النيتغارد اللي نعمله مسبق الصناع يلبسه البيشنت بين أسنان وحتى يخفف من الاحتكاك بين الأسنان لما يكون عندنا البيشنت عنده مثلا براكسيزم أو في عنده كلينشينج على الأسنان يعني بيصر عليهم أو بيشدوا بيكزة عليهم وقتاً نحن نعطيه شي اسمه نيتغارد يلبسه وقت الليل أو لما بيحس انه في عنده حالة اكتف بين الأسنان دورينج الديل فلما بيكون في عندنا حالات مثل هيك دايما منفضل انه نحن نوصف للمريض هاي القطعة اللي بتنلبسه على الأسنان بتتاخد بطريقة انه نحن بناخد امترشن للأسنان بعدين منسوي النيتغارد على شكل الأسنان اللي يلبسه البيشنت خلال ساعات الليل ويريح أسنانه وما يعمل عندي اهتراق بشكل مبكد للأسنان ويحفظها ويحميها ويعمل بروتكت لألا من الدامج رياضيين اللي معرضين انه يتصادموا مع بعضهم أو شي يضرب على تمهم نحن دايما منفضل نعطيهم شي يحمي أسنانهم فمنعطيهم مثل سبلينت يلبسوه لما هنه بيكونوا عم يعملوا النشاط الرياضي تابعهم حماية على الأسنان لحتى نخفف من الجرايدينج بين الأسنان أسناء الحركات العنيفة أو من أنه يصطدم أي شي على السن ويكسره لهيك هلأ رحط لكم صورة الجارد اللي منعطيه لرياضيين